تعد الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل وهناك أيضا عدد متزايد من الشركات الصينية العاملة في البلاد لكنه لا يزال هناك حاجز لغوي وثقافي بين البلدين وهذا الوضع هو ما تريد أحدى النساء الصينيات أن تخترقه هذه أول مدرسة ثانوية تدرس باللغتين البرتغالية والصينية في البرازيل وهي الواحدة من نوعها أيضا هذا حلم تشاو جانشين مديرة معهد كونفوشيوس بريو دي جانيرو لكن تشاو لدي خطة طويلة الأجل للتحويل أكبر عدد ممكن من البرازيليين إلى ناطقين ماهرين بالصينية أود بدأ مع الشباب الطلب الشباب بأمر 14 أو 15 عاما وعندما تسبع عمرهم 45 أو 50 عاما سوف يتحملون المسؤولية المحو المسافة بين برازيل وصين وذلك بالنسبة لي مثل قطة لمدة 30 عاما قالت تشاو إن البرازيل ما زال أمام طريق طويل بالرغم من تزايد عدد الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار هنا من الصعب فعلا الأوثور عرب برازيين يتقلمون بالصينية هذا من أكبر السعوبات التي تواجهها للشركات الصينية في الدخول إلى برازيل ابتتحت المدرسة قبل ثلاث سنوات مع 72 طالبا معظمهم من المجتمعات الفقيرة وقد بلغ عدد المسجلين حتى الآن 250 وهناك مئات آخرون على قائمة الانتظار يتعلم الطلاب الفنون الصينية القديمة مثل قص الورق لتوفير صلة عاطفية مع البلد الذي يود بعضهم العيش والدراسة فيه سانتوس يبلغ من العمر 18 عاما وهو يحاول الفوز بالقبول في جامعة صينية أدي هذه الفرصة لدراسة تربية البدنية وهذا مهم بنسبة لي فقد تتغير حياتي بعد ذهابي إلى الصين بحيث بدأت دراسة في جامعة هناك قالت شعو إنه بسبب أن الصين الشريك التجاري الرئيسي للبرازيل فإن تعلم اللغة يعتبر مفتاحا لتجاوز التجارة وتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين